جود كبيرة بتقوم بها الدولة المصرية لإنهاء العدوان على غزة ورفض جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليا كمان فيه اهتمام بنافذ المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة للتخفيف عن الأشقاء هل نتكلم بحضراتكم عن همية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية؟ بنرحب في فقرتنا النهاردة بدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف صبع الخير عليك دكتور صبع الخير أفنان يا أهلا بحضرتك وأسرة البرنامج وكل السادة المشاهدين يا أهلا بك وقوف مصر بجانب الأشقاء في فلسطين ليس جديد يعني هذه الأزمة ليست هي البداية هناك تاريخ طويل لدعم مصر للقضية الفلسطينية بدوافع عديدة لو حضرتك تكلمنا عن أبرز المراحل اللي مرت في دعم مصر للقضية الفلسطينية هي الحقيقة القضية الفلسطينية وغزة وفلسطين بالذات جزء اللي يتجزى من الأمن القوم المصري بحكم الجغرافيا والتاريخ ولذلك منزل وهالات الأولى خالص من بدايات صبرة وشاتيلة وبداية سنة 1948 وكان للجهود المصرية أنجأرت بشكوها إلى الأمم المتحدة وسعد بشكل مكسف لإرسال بعثة من الأمم المتحدة للوقوف على ما حدث لجنة تقاصي حقائق وقامت بمجموعة كبيرة من الجهود بدأت بشكل استقلالي بعد أعلام دولة إسرائيل عام 1962 وكان المعني في هذا الملف وضع دستور لغزة يضع سلطات سلاسية يعني سلطة الشرعية وتنفيذية وقضائية ثم عرجنا بعد ذلك إلى مرحلة تتعلق بإصدار فكرة وجود دولة فلسطينية مستقلة ثم عرجنا بعد ذلك إلى قبول معاهدة أو مبادرة روجرس عام 1970 بعد أن تولى رئيس السادات الله يرحمه ثم هذه المبادرة كانت بتقوم على سلام بين الطرفين ثم قررت ميتين اتنين واربعين بعودة اللاجئين واستقلال كامل للسلطة الفلسطينية وتقسيم فكرة الدولتين خدت فترة من الجوالات حتى عام 1979 و77 بدأت مفاوضات السلام تفاقية كامب ديفيد وبذلت فيها مصر جهود غير عادية إلى أن تم الاتفاق على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت الخضية الفلسطينية حاضرة في كل مفاوضات السلام في كامب ديفيد وبتصرحاته وبوسائق موثقة في هذا الملف بعد ذلك عام 1982 الرئيس مبارك الله يرحمه كان تولى فكرة مبادرة وجود مبادرة قوية وهي الأرض مقابل السلام وفكرة حل الدولتين وتطبيق القرارة 343 و242 الخاص بالعودة اللاجئين ووقف الاستيطان تصفية الاستعمار وما إلى ذلك وانتهينا إلى مجموعة من المراحل بدأت مفاوضات أصله ثم اتفاق غزة أريحة لكن بعد كده دخلت القضية الفلسطينية في انشقاق ما بين فتحة وحماس هدية الأمور شوية لغاية لما بدأنا في المرحلة الحالية دي أبرز المحطات طبعا كتير يعني مصر كانت وراء 242 قرار من الأمم تحدى مصر كانت وراء 186 قرار من مجلس الأمن يتعلق بالقضية الفلسطينية وقربها حضرتك القرارات الصادرة من الجمعية العامة برفض فكرة نقل الصفارة الإسرائيلية إلى القدس الشرقية وشوفت حضرتك عام 1918 2018 جهود المصرية قد إيه سواء كان في مجلس الأمن وطبعا الفيتو حال دون عدم الاعتراف لجان الجمعية العامة بأغلبية صاحقة استطعنا أن نحن نحول دون صدور القرار بنقل الصفارة من وإلى أو إدانة هذا الأمر مصارين شغال فيهم مصر على التوازي في نفس الوقت خطوات وإجراءات بتحاول تسعى إليها دولة مصرية لإقرار هدنة جديدة أو قد نصل إن شاء الله إلى وقف إطلاق نار وفي نفس الوقت بتسعى دولة مصرية لإدخال مزيد من المساعدات نحن شايفين الجو عامل إزاي لا يخفى على أحد المعاناة اللي بيعيشها الأشقاء في فلسطين وعشان كده بتحاول الدولة مصرية في مزيد من الدعم الذي يقدم للأشقاء لتخفيف معاناتهم مصارين شغال فيهم الدولة المصرية في نفس التوقيت الحقيقة هم مش مصارين مربعة يعني المصاري الأول منذ البدء العدوان على طول على غزة وبدأت مصر على المستوى الدبلوماسي والمستوى الدولي جهود مكسفة ودعا فقامة الرئيس لمؤتمر في مصر مؤتمر للسلام في مصر ومبادرة وكان لهذا المؤتمر صدى واستجابت له يعني أغلبية صاحقة وتبنى استراتيجية موحدة لفكر الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية بالكامل وأن غزة يجب أن لا يهجر أهلها وأن سيناء يجب أن هي تكون خطة أحمر في هذا الأمر ولا يجب تصفية القضية الفلسطينية والعالم كله كان أحد المحاور الانطلاق الأساسية للكلام ثم بدأنا على المستوى الدولي في مجموعة كبيرة جدا من الزيارات المكوكية لمعالي وزير الخارجية استطاع بجدارة أن يقنع العالم بأن ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي غزة ليس دفاع شريع عن النفس كما كانت تدعي إسرائيل ثم انتهينا من هذا الملف بدأ في إقناع الشركاء الخارجيين أوروبا وأمريكا وغيره وزاول الكونجرس وغيره لأنهم إقناعهم أن ما يحدث في غزة مأساة إنسانية وأن العالم يجب أن يكون له هذا الأمر ثم بعد ذلك تم التنصيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر حول احتواء الأمر وهدنة ونجحنا في هذا الأمر نجح كويس ووصل الجهد السياسي الدولي عنفوانه عندما دعينا الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يذهب إلى مشارف غزة ويطلع بنفسه على المأساة الإنسانية الشديدة التي عيشها أهلنا في غزة واستطاعت مصر أن تغير وجهة نظره عن ما كان يتبنى من قبل حتى أن الأمين العام تعرض لبعض الانتقادات من جانب إسرائيل وأيضا موقفه في مجلس قرار مجلس الأمن الذي هو من كام يوم هذا الأمين العام بنفسه قال أنه يجب وقف كامل لإطلاق النار دون وقف فوري لإطلاق النار لن نستطيع أن نبزل هذا النار فده بالنسبة للشق السياسي على المستوى العالمي ثم فيه شق السياسي على المستوى الإقليمي الذي هو تكسيف الجهود مع الأردن الذي هو مجموعة الدول المعنية بالدولة الفلسطينية الأردن ثم قطر ثم المملكة العربية السعودية ثم مجموعة الدول التي يعنيها الأمر في فلسطين ثم بعد ذلك جاءت الجهود الإنسانية الجهود الإنسانية برضو بارزة وحاضرة عشان بكده بنقول أنهما أربع توجهات الجهود الإنسانية حاضرة بدأت من اليوم الأول بالإصرار مصر رغم الضغوط الإسرائيلية على عدم فتح المعبر وأصرت مصر وبالقوة دخلنا المعونات الإنسانية ومشاركنا بأكتر من 80% في قادر هذه المعونات ثم فتحنا المستشفيات استقبال الجرحة من الإخوة الفلسطينيين ثم استطعنا وبجدارة وده حاجة برضو مميزة جدا حتى وضعت الأمم المتحدة في حرج الآن تدافع عنه وهو أن تشرف الأمم المتحدة من خلال الأنر على توصيل المعونات الإغاثة الإنسانية وده كان دور مصر رائع برضو أن الأمم المتحدة هي التي تشرف بذاتها عشان الصلف والتعنط الإسرائيلي في توصيل المعونات الإنسانية حتى أنها في أخذ قرار من قرارات مجلس الأمن عينت منصق خاص الشؤون الإنسانية يتولى جانب المساعدات فده برضو كان جانب قوي جدا من خلال المساعدات توصيل المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة سم على المستوى الشعبي ده الأخير بقى الجهود الشعبية جهود كبيرة طبعاً زي ما حضرك شفت الشعب المصري عن بكرة أبي من أقصى إلى أقصى ومن أكباره إلى أصغره صحيح قام والتهب وتحرك وبشكل مكسف للدفاع عن الإخوة الفلسطينيين فالجهود المصرية ربعية بصراحة وكانت جهود لو عادنا نتكلم فيها كثيرها مشان نكمل بعد اقتراب الشهر التالث من الحرب أنه ينتهي وفقاً القانون الدولي إيه اللي مفروض يحصل دلوقتي؟ هو أثناء المعارك يعني أثناء العمليات العسكرية بيبقى القانون الدولي كل اللي هو يقدر يعمله أو حتى الآليات اللي موجودة فيه هي آليات احتواء يعني يقدر وده كان رقم واحد والأسف الشديد فشل مجلس الأمن أنا يمكن يعني قلتها وبقولها تاني للمرة التالتة في أن يعمل وقف لإطلاق النهار مع أن مجلس الأمن هو المجلس المعني في الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين رغم خطورة الموقف وكنت أتمنى أنا كنت متابع يعني بحكم تخصصي متابع جيد لقرارات مجلس الأمن وكنت أتمنى أن في المجلس ده في القرار ده نتوصل لوقف كامل لإطلاق النهار لسبب أن في المجلس الأول أو في القرارات الأولى ما كانتش فكرة خطورة السلم والأمن الدوليين والتهديد وصل أبعاد لكن لما تلاقي حضرتك أن البعد وصل للأمن البعد وصل لليمن البعد وصل لأفل المضايق خطورة هذه الحرب وصلت إلى استفزازات سورية ثم لبنانية ثم عراقية تسعة طرق أتصراح وهما حضرت منه مصر وقالت أنه إذا استمر هذا الوضع حيتسع رقعة الصراع والوضع هيخرج عن السيطرة في الشرق فمستني مجلس الأمن مستني عشان ياخد قرار بوقف إطلاق النار والرقعة التسع يوما بعد فكنت أتأمل أن مجلس الأمن يعني يكون حريص في هذه المرة ولكن للأسف الشديد كالعادة طبعا الضغوط الأمريكية والضغوط للسرائيلية وجنبوا فكرة وقف كامل لإطلاق النار وقالوا إحنا نعمل هدنة طويلة الأمد ثم ركزوا على المعونات الإنسانية وقالوا أننا نعين منصق وهنوسح حجم المعونات الإنسانية وده يمكن ربما برضو فيه تخوف إسرائيل لأنها اشترطت فكرة التفتيش يعني هو بيقول إيه أنا مش عايز المعونات الإنسانية دي تذهب إلى حماس ثم تستطيع حماس الاستفادة منها فتقوي موقفها فأنا أديني دور في أن أنا أفتش كل ما يتعلق به هذه المعونات الإنسانية فالخوف النهية تؤدي إلى طباط مصر طلبت الإشراف الأممي برضو عشان الموضوع عشان الموضوع من الأول من الأول يعني كنا بعاد النظر على الشق الدولي في أن احنا أسندنا جانب المساعدات بالذات أن تشرف عليه الأنور وخلي بالحضرتك لأسف الشديد الأنور وفي تاريخ حياتها ما فقدت عدد من أعضائها زي ما فقدت في هذا الموضوع أكتر من مية وشوية من الأنور وشهيد فقط من الأنور وهو يأدي غارضة محكمة العدل الدولية نقدر نلجأ لها زي بعد التوحش اللي بتقوم به إسرائيل والهجوم الوحشي والعشوائي والهدف منه إبادة المدنيين زي ما احنا شايفين كيف يتم اللجوء لها وممكن نوصل لإيه المحكمة الجنائية الدولية طبعا هي كانت لما انشأت يعني مش هنطول كتير فيها لأنها أخدت من سنة 1991 لغة 1999 وتم وضع الميساق بدخل حيات النفس في 2002 لكن لها آلية غريبة جدا هي كانت المحكمة الأمل منها أن هي تبقى مستقلة عن مجلس الأمن وبالتالي تبقى مستقلة عن الأمم المتحدة واش لها تدخل الأمم المتحدة فيها لكن ربطوها بمجلس الأمن في أن مجلس الأمن يستطيع الإحالة للمحكمة ثم لمجلس الأمن ودور مؤثر لأمريكا طبعا في مجلس الأمن عشان الفيديو ثم لأمريكا دور مؤثر أيضا في مسألة اختيار الامين العام أو مداعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ودول طريقين التالت بتاعهم إن دولة تلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية من الدول اللي إحنا اللي ليها حق اللجوء إلى المحكمة. اللي هي عندنا الأردن وجزر القمر وإريتريا. تلات دول فقط من حق أي دولة منهم أن هي تروح تشتاكي إلى المحكمة. دول الدول الأعضاء؟ دول الدول الأعضاء. غير الدول العربية كلها رفضت الانضمام للمحكمة. لأن كان المأمول أن المحكمة تبقى مستقلة. تبقى شركة قضائي فقط. لكن بما أنك ربطتها بالقم المتحدة أو اختيار المدعاة العامة للمحكمة وأن المجلس الأمن يحيل. فبقى تدور في روحها الفيتو برضو. ما خرجناش كتير. وده خل كل الدول العربية قاطبة ومصر كانت تقولها هذه الدول أنها ما ننضم للمحكمة. لا سيما وإن إسرائيل وأمريكا لم ينضموا للمحكمة. وقعوا وقعوا على الانضمام. والعالم كله وقع بعد يوم. ثم سحبوا توقعهم قبل انتهاء التصديقات بيوم واحد. الاتنين مع بعض وقعوا. والاتنين مع بعض نسحوا. فطبعا كان يعني أحسننا صنعا نحن لم. فلجوء للمحكمة في الوقت ده. يعني أنا تاريخنا مع المحكمة أنها لها صيغة سياسية بتبقى مش وفي وقت الحرب بالذات ما يبقى لجوء للمحكمة يعني نوع من أنواع تضيع الوقت. لكن ده ما يمنعش أن بعد كده. يخفى على أحد أن القضية الفلسطينية والوضع في فلسطين هو هم دائم. وقضية مقربة إلى قلوب المصريين على المستوى الشعبي وهي طبعا القضية الأساسية الموجودة على الشكل الرسمي. كل شكرا لك الأستاذ الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويا. شكرا جزيلا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة.